هو الفكرة ان الدزنتاريا ممكن تيجي اعراضها ساعات خفيفة في سورة مثلا انتفاخ في البطن عدم راحة في القولون الواحد يفتكر ان عندك قولون عصبي لو في اي اتراب في الجهاز الهضمي اول حاجة نعملها ان احنا لازم نعمل تحليل براز تحليل براز تحليل براز بسيط جدا ده بيبين كل حاجة بيبين كل حاجة بيبين لو كان الطفل عنده ديدان عنده دزنتاريا عنده اي مشكلة طفل أو كبير ده ابسط حاجة لازم من وقت للتاني ان نشيك عليها وكده ونتطمن منها الدزنتاريا يعني برضو من الحاجات المهمة لازم نقولها انها بتعمل وهن لان الجسم بيفقد سوايل كثير زي بيفقد دم لان هي لو متمكنة من القولون هي بتحيب تعيش في القولون بتعمل تقيحات كثيرة في القولون ففعلا الانسان يعتبر بينزف من القولون زائد ان هي بتقليل امتصاص الاكل اللي بناخده في الغيزة بتاعنا فوايد بتاعته اوكي فنعمل احنا ايه اول حاجة كوقاية اي حاجة هنشتريه اي غدر هنشتريه اوكي لازم يتنقع في مياه وخل حوالي ربع ساعة عشر دايل ربع ساعة بس بعد ما اخسله كويس مش هنقعه في الخل بالطين بتاعه هنخسله كويس جدا مياه جاري مياه جارية بالضبط كده وبعد كده نقعه في مياه وشوية خل لمدة ربع ساعة قبل ما ابدأ استخدمه وبعد كده اصفيه او اشتفه بمياه يعني عادية وابدأ استخدمه او اقطعه للسلطة او غير دي اهم حاجة قص يعني الازافر للولاد على طول باستمرار عشان دوافرهم ما تجيبش حاجة اني نبه عليهم اني ما يحطوش في المدرسة اي حاجة في بقوه صح يحاولوا هما بيستخدموا الحنافيات بتاعة التوليتات انه هما مثلا يمسكوها بمنديل اوكي لو هي بتترفع وبتتنزل زي برا كده بيرفعوه وينزلوها بالكوع مثلا او يعني بعيد عن المكان اللي انا حيدخل فيه بقي صحيح اوكي ما يأكلوش من اللي بيبقى واقف على باب المدرسة الباعة الجائلين اللي بيبيعوا يعني اي حاجة الطفل بيبقى خارج عايز يخلص نصروفه لا يعني نحاول ان احنا كأمهات نقوم بدورنا كأمهات يعني الاكل في البيت صح يعني حتى انا كتجربة شخصية نقوم دايما نقول لولادي من هما اطفال نتفسح زي ما نتفسح لكن الاكل من البيت صح